بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة اكسسورات مادية وهنستخدم شخصية انرجسية التعريف الشخصية بالطريقة المسلة البسيطة السهلة هنقدر نتجنب عواقم كتيرة اول شخصية هبدأ بيها هي شخصية الام احنا عارفين كلنا ان الام نعمة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى وربنا كمان وصانا بالام الام الحنينة اللي بتتمي بولادها وبمشاعرهم بتربيهم احسن تربية وتديهم الحنان والحب والعطف دي بتكون الام اللي تحت رجلها فعلا الجنة لان الجنة تحت اقدام الامها الام دي بتكون نعمة كبيرة لابنائها لانها بتسعيدهم وهم صغيرين حد ما يقدروا يتربوا يبقوا كويس يبقوا ناس في مجتمعهم نفعين وكويسين وعايشين حياة سعيدة مستقرة الام دي فعلا الجنة بتكون تحت قدمها وهي دي اللي وصنا بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكل الاديان وصتنا بمعاملة الام لكن انا هتكلم النهاردة عن نوع تاني من الامهات الام اللي بتدفع ابنائها لعقوقها ما بتساعدهمش على برها ابدا اللي بتتعامل مع ابنائها بتعالي بحاجة من العنجهية والعنطزة والقساوة يعني بتبقى ام ما عندهاش عطف ولا حنان بطبع احنا عارفين ان فاكر دي الشيء لا يعطي تعالوا نشوف دلوقتي ايه صفات الام النرجسية علشان لو احنا عندنا كان من سوق حظنا ان امنا في البيت نرجسية نعرفها ازاي لها صفات معينة ونعرف ازاي نتعامل معها في الفيديو ده ان شاء الله هتلمكم عن صفات الام النرجسية وان شاء الله بتكون الام النرجسية هي الام الانانية اللي بتحب نفسها اكتر من اي حد تاني وبتشوف ولادها قدامها انه هم اغراض او اشياء مش اشخاص وبتطلب دايما منهم الحب والحنان ودايما تكون عايزة تاخد ما تديش يعني تاخد منهم هدايا تاخد منهم محبة تاخد منهم عطف وما تديش اي حاجة دايما تحب ان هي اللي يكون الاهتمام كله لها وتكون الحكاية دي باستمرار دايما وتكره ولادها وتتدايق منهم لو عرفت ان هم بيحبوا حتى غيرها حتى لو كانوا بيحبوا ابوهم تعالوا شوف ايه هي صفات الام النرجسية اول حاجة بتحب السيطرة والتحكم في جميع افراد الاسرة بما في ذلك من الابناء والاب كمان وابوهم بتحب السيطرة حتى على اصدقاء اولادها وجيرانها وزملاءها في العمل دايما بتحاول ان تشوف ولادها عايشين ازاي بيعملوا ايه بيجيبوا ايه بيخبين ايه في شناتهم هم اطفال صغيرين وكمان بتتجسس على التليفوناتهم وبتدخل على صفحاتهم على سوريال ميديا وبتشوف ايه عملي كتبين ايه عليها كتبين ايه مع اصحابهم لانها دايما ما بتصكش في نفسها ولا بتصك في اولادها بيلاقي لها صفة تانية ان هي دايما بتقارن بين ابنائها وبين اصحابهم او الناس الاولاد اللي هما في سن اولادها ودايما تشعر ولادها بالزن ولازم ولادها يحسنوا من انفسهم علشان ترضى عنهم وتحبوا كل اللي بيعملوه دايما غلط 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 وهي شايفة نفسها هي دا السئلة صح عشان كده ما بتقبلش اراءهم ولا بتحكر دايما منهم ومن اهتماماتهم ومن مشاكلهم وتحس ان كأنه ما ملهمش مشاكل ومشاكلها هي بس اللي مهمة بلاحظ كمان انها بتفضل بعض الابناء على غيرهم يعني مثلا ممكن تفضل ابنها الاكبر لو كان ولد على باقي اولادها وكمان بتعامل الولد غير البنت لو عندها ولد بيكون مدلة اليامة عن ابنها دا اللي بيطعب اكتر من نرجسيتها بتخلي دايما البنت الكبيرة هي اللي تربيلها اولادها الصغيرين وبتسيبهم وبتخرج تروح لاصحابها تروح لنادي تروح لجيرانها تروح لأحبابها تقعد مع الناس تحكي وتتكلم ودايما تذكر اشياء وحشة عن اولادها وتظهر نفسها ان هي الضحية ان هي بتعامل ولادها كويس قوي وبتتعب عشانهم وبتضحية علشانهم وفي المقابل هم بيعملوها بمعاملة سيئة طبعا هي بتعمل الكلام دا قدام الناس علشان تكسب تعاطف الاخرين معاها دايما يا جماعة بلاقيها بتتلعب بالالفاظ يعني ايه؟ يعني تقلب الحقاية ودايما تجذب على اطفالها دايما توعدهم بحاجات وما بتحققاش الوعود دي كان مثلا تقول للولد او للبنت ذكروا هاجبلك هخركم هفسحكم هاجبلكم هدايا وتجي في الاخر تكذب ولو ولادها قالوا لها انت ما عملتيش ما حققتيش وعدك ليه؟ تتختلق اي مشكلة او تطبع حيث انها تطلع نفسها بس هي اللي بريئة او هي اللي صح وهم اللي غلط عندها حاجة مهمة اسمها الغاية تبرر الوسيلة دايما تغير مبادئها حسب ايه احتياج الموقف ودايما تنفي عن نفسها اي طهم وبتشكك الاخرين في انفسهم على اساس ان هي الملاك العظيم ودايما تحط نفسها موضع الضحية وكل الناس وحشين وكل الناس بيتصرفوا غلط وهي بس اللي بتتصرف صح كمان بشوف في بعض الاحيان ان لو اولادها وقعوا في مشكلة مع جيرانهم او مع اصدقائهم وراحوا يشتكلها دايما تعنفهم بدل ما تقف من جنبهم وتجيب حقوقهم لا تقول لهم انه هم اللي اعتدوا على غيرهم انه هم اللي دايقوا غيرهم ما تجيب لهمش حقوقهم دايما ولا تدفع عنهم ولا تشوفهم انه هم محتاجين لحبها وحنانها ورعايتها واهتمامها لا أبدا لأنهم اشياء وليسوا اشخاص يا سلام بقى لو عندها بنات في سن في سن الشباب سن المراقب دايما تغير من بناتها عايزة دايما تكون هي الجميلة وهي اللي لبسها حلو ولبسها شيك وعايزة الناس كلهم يقولوا ان هي اللي جميلة ما يقولوش على بنتها ان هي شكلها حلو حتى احيانا بنجدها انها بتستخدم الميكوب والاشياء بتاع بنتها تحاول تلبسها وممكن تاخد شنطها جزامها احاجتها ومتحبش ابدا تذكر سن مش واسقة في نفسها ولا واسقة في كونها ولا عايزة اصلا تتحمل اي مسئولية الام دي لما بيكون ولادها بيعملوا حاجة غلط زي اي قراخ وتعلي صوتها ومش مهم بقى انها تعملهم المعاملة السيئة دي قدام الناس قدام اصحابهم بالذات عشان تدمرهم علشان تاخد منهم تمولها النرجسي اللي هي بتتغذى عليه دايما يا جماعة بلاقيها بتفرح لتعاسة اولادها اي ام طبيعية بتحب بتفرح لفرح اولادها وبتحزن لحزن اولادها ده اي الام الطبيعية لا الام النرجسية لو لقيت اولادها فرحانين تحاول تحاول فرحهم الى نكد اسمها الام النكدية اي فرحة اي نجاح ولادها يحققوه او اي كسبوا مثلا فلوس جديدة ازاي هما يصرفوا الفلوس دي عليها على نفسهم مثلا او على اصحابهم لا تحب انهم يصرفوها عليها هي ويجبولها هدايا ويجبولها اشياء جديدة وهم مش مهم الام دي ما بتقبلش ابدا باستقلال اولادها اي يعني مثلا لما يجي ابنها الكبير يتجوز اي تختار هي بنفسها العروسة لازم العروسة اي خطيبتو دي تحبها هي وتختارها هي ودايما تختارها بنت منكسرة بنت ضعيفة عشان تسمع اوامرها عشان تتعالع عليها وتكون كأنها شغالة عندها اي مش مهم ابنها بيحبها ولا لأ مش مهم ابنها هيبقى سعيد معها ولا لأ لازم ما تحبش كمان ابنها يتجوز مكان بعيد عنها لازم يتجوز مكان قريب منها علشان يبقى تحت سيطرتها كمان بنا جدا ان هي بتعزل اولادها عن اهلهم يعني ما تحبش اولادها يتعاملوا مع اولاد عمهم او اولاد خالتهم او الجيران اللي عايزهم تحت ايه سيطرتها هي الوحدها يكونوا اصحابها هي الوحدها تتدخل في كل كبيرة وصغيرة بتخص حياتهم حتى لو كانوا الاولاد دول كبار ومتزوجين كمان الام دي بلاقيها لانها هي بتبقى بتهمل ابنائها خصوصا لما بيكونوا في سن الظهور او في سن المراهقة احنا عارفين طبعا في مشاكل كتيرة بتواجه المراهقة خصوصا لو كان ولد او بنت المفروض ان في الوقت ده بتكون الام قريبة منه وبتحتويه وبتحتوي التغيرات اللي بتحصل في جسمه بتحتوي مشاكله ومشاكله النفسية في الحالة دي بتكون الام هنا بعيدة كل البعد عن اولادها بس اللي تقدر تعمله انها تسيطر عليهم وتنكد عليهم في الحالة دي بلاحظ ان الاولادها بيا اما بيروحوا يدمينوا يا بيشربوا الكحول يا بيدخنوا يا بيرسموا الوشم على اجسادهم علشان الناس يهتموا بهم لانهم محتاجين لعطف وحنان احنا عارفين طبعا فاقد الشيء لا يعطيه كمان الام دي بلاحظ انها تتدخل في حياة بنتها وخصوصا بنتها المتزوجة بتبقى عايزة تعرف كل كبيرة وصغيرة عن حياة بنتها هي وجوزها وعايزة تعرف كمان كل الاسرار وكل الظروف بتاعتها ويا سلام بقى لو بنتها راح يتمرز علانة من جوزها واشتكت لها منه تكبر المواضية استفها الصغيرة وتعمل منها مشكلة كبيرة اللي احنا بنقول عليها ايه يعمل من الحبة قبة وبكده وممكن توصل لان بنتها تتطلق ولو بنتها تطلقت تتنمر عليها في بيتها وتنكد عليها حياتها وتحول حياتها ليجا حيب بدل ما تتعاطف مع بنتها وفي المشكلة اللي هي فيها وتحتويها نجد انها بتثيق معاملتها لبنتها وممكن تدفع بنتها في الحالة دي الى الانتحار والعياذ بالله وتطلع نفسها بريئة ومسكينة ولا كأنها حاجة وتروح تقول علي ولادها قدام الناس ان هي بتنصحهم وبتبزل مجهود كبيرة عشان تدفع عنهم وعشان تديهم وتطلع نفسها ضحية علشان الناس يقولوا يعيني دي الام دي مسكينة ما لقيتش ولادها ما بيحبوهاش بيعملوهاش كويس دولها بيأولاد مش مهماش ابرار بيها والناس المجتمع يظلم اولادها اكتر فاكتر مع انها هي المفروض تبقى عارفة ان ابنها او بنتها دي ضحيتنا كدها وتنمرها عليهم اتمنى ان اكون فتكم بالصفات اللي انا فهمتها من صفات الام النرجسية من خلال ملاحظاتي في الحياة ومن المجتمع اللي انا بعيش فيه علشان تقدروا تتعاملوا معاهم والمقرة الجاية ان شاء الله الفيديو الجاية اعرفكم ازاي تتعاملوا مع الام دي وعشان برضو تكسبوا رضاها وعلشان ان ربنا سبحانه وتعالى واصطانا برعاية الام وبالاحسان الى الام طبعا وبالوالدين احسانا فبتمنى ان الفيديو يعجبكم وما تنسوش اللايك والشير وانكنتوا جدادة على القناة فعلوا الجرس واهلا بكم وبحبكم في الله مع الفي سلام